هاجم قيادي حوثي الشاب آية المخمري العاملة في أحد مكاتب السفريات في العاصمة المختطفة صنعاء وقال حقوقيون إن القيادي الحوثي المدعو أبو فاروق مشرف ميليشيا الحوثي في شميلة في العاصمة المحتلة صنعاء هاجم الشاب آية المخمري وتلفظ عليها بألفاظ نابية وانتزع تلفونها وأخرجها من المكتب بالقوة وأشارت المصادر إلى أن آية المخمري قامت عقب تلك الحادثة بتقديم شكوى بالقيادي الحوثي للأجهزة الأمنية في صنعاء لكنها تفاجأت باختطافها وإخفائها عن الأنظار ومصادرة حريتها بالقوة هذا وما يزال مصير آية المخمري مجهولا منذ أيام فيما بذلت أسرتها جهودا للوصول لها والإفراج عنها دون جدوى شكرا للمشاهدة